اشتركوا في القناة وقال الحسن رحمه الله كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه قال المصنف رحمه الله حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب القطان هو غالب بن خطاف القطان ابو سليمان قال ابن معين ثقة وقال ابو حاتم الرازي صدوق صالح وقال احمد ثقة ثقة النسائي قال ثقة وابن سعد قال كان ثقة وابن عدي قال الضعف على حديث يبينه في حديثه نكرة ثم اورد له حديثه منكرا الحملة فيه على الراوي عنه فالحق ان الكلام نعدي فيه دلال على وهمه لكنه ثقة في النهاية هو ثقة قال عن بكر بن عبد الله بكر بن عمر بن هلال البصري قال ابن معين ثقة وايضا قال ابو زرعف الرازي ثقة مأمود قال ان السائي ثقة قال عن انس بن مالك رضي الله عنه رضي الله عنه وارضاه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع احدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود نعم هنا في التبويب قال فيضع احدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود طبعا هذه هذا حديث في نفس الباب نعم في قولي باب السجود على الثوب في شدة الحر هنا الامام عجيب جدا الامام البخاري قال باب السجود على الثوب في شدة الحر واستقى ذلك من الحديث فيضع احدنا طرف السوب هنا ما الذي تلمحه من كلام البخاري هنا في توبيبه في قول باب السجود على الثوب ما تلمحه واخذ ايضا انه كان يجد على طرف الثوب ما تلمح منه في هذا القول هو لم يبين حكما وايضا جعل المسألة على ظهور فيه نظر ولذلك قال وكان الحسن كان القوم الزين على العمام والكنسوة ويدأوا في كمه لعله بما اتى به من الحسن فسر بعد ما اخفاه نعم طيب خلاص انا نريد المسألة الاهم باب السجود على الثوب في شدة الحر هو اطلق هنا قال باب السجود على الثوب الثوب هنا عام يشمل ان يكون متصلا بالانسان او يكون منفصلا وليم يفصل امام البخاري ونص الحديث ايضا الحق نوع الاطلاق صحيح لله ولا قليل على اثبات التقييد كما سنبين لكن اراد الامام البخاري ان يلفت انتباهك الى انه اختار من الاقوال ما يكون على الثوب المتصل لان المسألة كفقه المسألة الخلفية بالعلماء الجمهور يرون انه يجوز للانسان ان يتقي شدة الحر بالثوب المتصل فيسجد على الثوب المتصل على الكمة على الامامة على غيرها فيسجد عليه وهذا قول الجمهور اما الشفعية فمنع ذلك واول الحديث على انه على الثوب المنفصل للثوب المتصل وهذا تمام لما بواب من باب الصلاة الحصير الصلاة على الخمرى فهنا قال الشفعية يحملون الحديث على الثوب المنفصل للثوب المتصل فجاء البخاري بعدما اطلق وبين لك الاطلاق اراد ان يلفت انتباهك الى اختياره فاختياره انه على الثوب المتصل طب لي ما قلنا لان الاتفاق الاتفاق على انه يجوز ان يسجد على الثوب المنفصل والمعنى بان شدة الحر لو كنا في مكة مثلا والارض فيها شدة الحرارة فله ان يأخذ ثوبا يضعه تحت رأسه ويسجد عليه لكن هل يسجد على شيء متصل فيه كم مثلا السوب يجعله تحت الجبهة مثلا هل له ذلك ام لا احنا قلنا السوب المنفصل باتفاق يجوز السجد عليه اذا الخلاف الوارد هو في السوب المتصل فبعدما اطلق الامام الاخري اراد ان يلفت انتباهك الاختياره قال وقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويده في قمة كانه قال فانتبه في قولي السجود على الثوب اقصد به الثوب الايش المتصل اقصد به الثوب المتصل وزي قال يسجدون على العمامة تعلمون انه يسجد على العمامة يعني هذه ايضا انهما الشفائية رأينا انه ان لم يسجد على الجبهة لم تصح الصر Во لانه قال امرت ان أجد على سبعة أعظم وذكر الجبهة وأنشار إلى أنفه على العمامة وعلى القرنسوة ويده في كمه فهنا ألفت الانتباه الإمام البخاري إلى اختياره برواية هذا المعلق بصيغة الجزم قال وكاء وقال الحسن كان القوم يزيون على عمامة القرنسوة ويده في كمه وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل منهم على قلنسوة أو قلنسوته وعمامته وهذا موصول وهو كما قلنا صحيح لأنه علقه بصيغة الجزم وفي الحديث كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف السوب من شدة الحر في مكان السجود هنا لم يقول فيضع أحدنا طرف السوب إما نقول الثوب المتصل أو الثوب المنفصل ذهب أبو حنيفة وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحديث يحمل على الثوب المتصل لأن هذا ظاهر اللفظ والشافعية ذهبوا إلى أن هذا على الثوب المنفصل الحق بأنه ليس بظاهر عند قول الجمهور بأنه الثوب المتصل وإلا فالاتفاق على أنه يجوز السجود على الثوب المنفصل لكن لو نظرنا في قول يضع أحدنا طرف الثوب طرف الثوب أطلقه الآن ما قال الثوب الذي الذي يتحرك بحركته أو الثوب المتصل بالمكلف أو بالمصلي طرف على الإطلاق أحدنا فيضع أحدنا طرف أو طرف الثوب من شدة الحر حتى نقول بأن الدليل يساعد الجمهور في قولهم بجواز السجود على طرف الثوب المتصل لابد من أن يأتي بقرينة على ذلك وما القرينة أو قل ما السبب الذي إذا أخذنا به أو قل الفهم الذي يمكن أن ننظر إليه ونتأمل فنقول المقصود هو الثوب المتصل ما هو أتويل إجابة فكروا تواموك نقول أمر آخر بأن الأمة الشفعية فقد أولوا هذا التأويل وقالوا عندنا القرينة على هذا التأويل وأن المقصود بالثوب هنا الثوب المنفصل للاتفاق الاتفاق على جواز السجود على الثوب المنفصل قالوا أنه هيك رواية أيضا الباقي أيضا في السنن قال بأنهم كانوا يأخذون الحصة يضعونها في اليد حتى تبرد ويسجدون عليها ففيها دلالة على أن الثوب هنا المراد به هو الثوب المنفصل طيب حتى نقول أن هذا الثوب هو الثوب المتصل لابد له من أمرين الأمر الأول أن يقول فيضع أحدنا طرف ثوبه فينسبه له نسبة المباشرة نسبة مباشرة وهذه النسبة الصريحة المباشرة تدل على أن المقصود الثوب الذي يرتديه الثوب الذي يتحرك بحراكته لا الثوب المنفصل أو أن نقول نحمله على لسان الحال أو على أحوال الصحابة وأحوال الصحابة أنهم كانوا على فقره وكانوا على الثوب في الدنيا كما قالوا يا رسول الله يعني يجزي أن يصلي المرء في ثوب واحد قال أولي كلكم ثوبان أولي كلكم ثوبان فلم يجدوا ثيابا ولم يجدوا إلا إزار لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان واسعا فالتحب به وإن كان ضيقا فالتزر فالتزر به فيبعيدا لابد من أمرين حتى نقول بأن التبويب أو قل بأن مختاره البخاري في الحديث ظاهر وهو أن يقول طرف ثوبه يجعل الضمير عاد عليه حتى نقول أنه الثوب المتصل أو نحمله وهذا الثاني أقوى على ما كانوا فيه من زود في الدنيا وضعف ملك وأنهم ما كانوا يملكون أسوابا للواحد منهم كان يملكوا ثوبا واحدا يصلي فيه يمشي فيه ينام فيه ثوب واحد كان يملكوا لأنهم كانوا على فقر شديد فهنا يمكن أن نرجح قول الجمهور والصراحة في هذا الباب أن نقول أن مختاره الإمام البخاري هو الراجح وأنه يجوز السجود مع شدة حر يجوز السجود على الثوب المتصل لكن نقول بأنه لابد أن يبقي شيئا من الجبهة حتى يضاع على الأرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرته أن أسجد على سبعة أعظم وذكر منها الجبهة وأشار إلى أنفه يبقى لنا أن في الحديث يعني يمكن أن نقول هناك سمة إشكال فقالوا وما الإشكال عندك حتى نحله لك وإلا فإن كل الأحاديث قد خرجت من مشكات واحدة يوافق بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا قلت الإشكال بأنه قال فيضع أحدنا الطرف السجود من شدة الحر طب شدة الحر يبرد أما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرده بالحر إذا اشتد الحر فأبرده طبقوا الآن فإذا اشتد الحر فأبرده ما أبرده وأرزاكم في الحديث الآخر قال شكونا للرسولة فلا مشكلة فكانوا يصلون في الوقت وفي شدة الحر فأسجدون على أسوابهم فكيف الإجابة عن هذا جهد أجاب أنه قبل نزول الرخصة في الإبراد هذا يحتاج منك إلى إظهار الدليل يا جهد هو يمكن الإجابة عن ذلك في القريب من هذا الباب نقول قد يبردون ويشتد الحر المناطق من ذهب إلى مكة أو المدينة وعاش فيها يرى ذلك أو من كان يعيش في الخليج يرى ذلك بأنه وإن أبرد شدة الحر موجودة يعني عندما يصير ظل كل شيء مثليه سترى شدة الحر موجودة سترى شدة الحر موجودة فهو يبرد ومع ذلك يكون شدة الحر فيسجدون على أسوابهم والحر والبرد سواء نعم الحر والبرد في هذا سواء إذن في قوله فيضع أحدنا طرف الثوب في دلالة على اتقاء شدة الحر بالسجود على الثوب المتصب خلافة للأحناف الفوائد المستنبطة جوازه الاجتهاد في عصر النبي من وين هذه فقال الصحابة ولم يأمرهم بذلك فقال الصحابة والنبي السلام معهم وذلك كانوا يزيدون على طرف أسواب أنهم يعلمون بأنهم قال أمرت أن أزيد على سبعة أعظم زود الصحابة في الدنيا رضي الله عنه وأرضاه إذا خير النبي من أمرين اختار إسرهما ما لم يكن إثمه ما لم يكن إثمه من وين هذه إذا خير النبي من أمرين اختار إسرهما ما لم يكن إثمه من وين هذه الفائدة مكان السجود يعني ممتزين جزاكم الله خير يمكن أن يقال في هذا بأنه لم يجمع العصر مع الظهر لم يجمع العصر مع الظهر ممتاز جهاز قال نفس الإجابة مطابقة هو الآن قال اتقال حرب ثوب عدم إخراج الصلاة عن وقتها ممتاز 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 لفضة فوق نعم السوداء الثوب صحيح لكن لابد أن يزاد وعاد بإخراج الصلاة عن وقتها